نفتح الورقة الرياضية أكد حارس المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ياسين بونو أن كأس إفريقيا للأمم 2023 التي ستقام بالكودفوار من الثالث عشر من يناير الجارية إلى الحادي عشر من فبراير المقبل ستشكل تحديا جديدا للمنتخب الوطني أفضل حارس في إفريقيا خلال السنة المنصر ما أبرز في تصريح لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على منصة يوتيوب أن المنتخب الوطني يعرف حضور لاعبين جدد سيدخون دماء جديدة في المجموعة حارس والهلال السعودية شارى بالمناسبة إلى أن الاستعدادات لهذه المنافسة القرية تمر في ظروف جيدة ومن جانبه عبر لاعب المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي في تصريح مماثل عن سعادته بتواجده رفقة عناصر المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم وفي هذا الصدد حارس لعب باريسون جرمان الفرنسي علي الإعرابي عن شكره للجمهور المغربي الذي يدعمه على الدوام مشيرا إلى أن عناصر المنتخب ستقدم كل ما في جعبتها لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه التظاهرة الكروية القرية ويتوجه أسود الأطلس يوم السابع من يناير الجارية إلى مدينة سان بيدرو بالكودفوار للمشاركة في النسخة الرابعة والثلاثين من نهائية كأس إفريقيا للأمم وستخوض العناصر الوطنية منافسات الدور الأول دمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو والديمقراطية وزامبيا وطنزانيا